وهذا اليوم العظيم حصلت فيه بالإسلام واقعة كريهة وهي قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب بن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وقد كان رضي الله عنه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلان الولاء لله سبحانه وتعالى والسعي لمصالح المسلمين فلما حصل الصلح بين المسلمين عام الجماعة وعقد هذا الصلح لإمام الحسن بن علي أمير المؤمنين وتنازل عن الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان الحسين من شهود ذلك الصلح ورضي به فبايع معاوية كما بايعه المسلمون واجتمع المسلمون جميعا على بيعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فمكذ معاوية عشرين سنة خليفة فلما كان عام ستين توفاه الله وقد كان بعض الناس زينوا له أن يولي ابنه يزيد ولم يكن يزيد على مستوى معاوية ولا على قريب من ذلك فمعاوية من أمناء الوحي وكتابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الذين غزوا معه وشهدوا غزواته ومن الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والعلم والحلم ومن الحلماء الذين يضربوا بهم المثل ومن الكرماء الذين نفع الله بهم هذه الأمة فهو يستحق الملك والخلافة أما يزيد فإنه لم يكن على ذلك المستوى ولذلك لما أرسل معاوية رضي الله عنه جيشا إلى قبرص لفتحها وهو الجيش الثاني الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حرام بنت بلحان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في بيتها نائما فاستيقظ وهو يضحك فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك قال قوم من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر هم في الجنة قالت فقلت دعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام فاستيقظ يضحك فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك قال قوم من أمتي يركبون ثبج هذا البحر هم في الجنة قلت يا رسول الله دعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فكانت أم حرام في الغزوة الأولى إلى قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما فماتت عندما وقعت عند أبتها بقبرص فكانت شهيدة في تلك الغزوة وغزوتها الثانية كانت في أيام معاوية فقد أرسل جيشا لفتحها بعد أن نكث أهلها فلما وصلوا إليها أصابتهم الحمى والموم فتنفطت أجسامهم فبلغ ذلك أهل الشام فهزئ منهم يزيد وقال حقا لهانا علي اليوم ما لقيت جموعهم من أذى الحمى ومن موم إذا ارتفقت على الأنماط متكئا في دير مران حول أم كلثوم فغضب معاوية فأمره فألحق بذلك الجيش حتى يصيبه ما أصابهم ولم يكن يزيد من أهل الحلم ولا من أهل الورع والسيادة في المسلمين فلذلك لما بؤع بعد وفاة معاوية رضي الله عنه استنكر عدد من الصحابة بيعته وأنكروا هذه البيعة ولم يرضوا بها منهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي والمسور بن مخرمة وخلائق من الصحابة فلم يبايعوا ليزيد ولم يرضوا بذلك ورأى الحسين رضي الله عنه أن من واجبه أن يتحمل مسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يدفع عنها الظلم والطغيان حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بنفسه فذهب إلى مكة وكان معه بن عمر وابن عباس وابن الزبير والمسور وعدد من الصحابة فتشاوروا في الأمر فجاءت الكتب إلى الحسين من العراق أنهم يبايعونه ويناشدونه أن يأتي إليهم فلما كثر عليه ذلك أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إليهم فجاء مسلم إلى الكوفة ووجد أميرها النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع على مسلم أهل الكوفة فبايعه منه ثمانية عشر ألفا ببيعة الحسين رضي الله عنه فعلم بذلك النعمان فقال إني لا أرفع سيفا على مسلم حتى يبدأني بالقتال فعلم بذلك أنصار يزيد فوشوا به إلى يزيد فعزله عن الكوفة وولى عليها عبيد الله بن زياد وكان واليه على البصرة وكان عبيد الله بن زياد يسمى بالفويسق وكان شجاعا فاسقا فجاء إلى الكوفة فوجد الناس قد بايع جمهورهم لمسلم بن عقيل ببيعة الحسين وقد أرسل مسلم إلى الحسين يستقدمه من مكة فلما أراد الحسين أن ينصرف إلى الكوفة من مكة اعترضه عبد الله بن عباس فناشده أن لا يذهب قال لا تذهب فقال إنه قد بايع لمسلم بن عقيل منهم ثمانية عشر ألفا فقال لكن إذا عزلوا أميرهم وضبطوا خراجهم وبلدهم حينئذ نذهب إليهم أما وأميرهم بين ظهرانيهم ولم يعزلوه ولم يزيلوه فإنما يخدعونك ويغرونك فلا تذهب إليهم فلم يسمع الحسين رأي ابن عباس ودعا عبد الرحمن بن أبي بكر فوافق ابن عباس في الرأي ثم دعا عبد الله بن عمر فوافقهما وقال له أنشهدك الله الذي لا إله إلا هو أن لا تذهب إليهم فقد خانوا أباك وأخاك وإنهم أهل غدر ولا يصدقون فيما يقولون فلما عرف فيه الجد وأنه قد عزم على الذهاب إليهم قال إذن فاترك من يذهب ويأخذ لك البيعة منهم حتى إذا استقر لك الأمر فاتبئه فقال يكفي مسلم بن عقيل ثم جاء محمد بن الحنفية رضي الله عنه وهو أخ الحسين فناشده أن لا يذهب إلى أهل العراق فلما رأى فيه الجد وأنه ذاهب لا محالة سأله أن يترك أهل بيته ونساءه عند محمد بن الحنفية في مكة وأن لا يذهب بهم إلى العراق فإنه يخاف عليه غدرهم فلم يسمع منه الحسين ذلك فجاء هو عبد الله بن الزبير فقال استودعك الله من قتيل فإني والله أرى أن أهل العراق سيغدرون بك فلم يسمع الحسين ومنهم وكان ذلك قدره الله سبحانه وتعالى مفعولا فذهب الحسين فلما كان في الطريق جاء ابن زياد إلى دار الإمارة في الكوفة فسأل أهل الكوفة أن يأتوه بمسلم حيا أو ميتا ومن أتاه به فسيدفع له مالا جزيلا فنكث أهل الكوفة فعلم مسلم بذلك فحاصره في دار الخلافة وكان معه آلاف من الذين بايعوه فكان مع ابن زياد رؤساء القبائل فكلمهم فقال كلموا أتباعكم حتى ينصرفوا عن مسلم فأقبلوا على أتباعهم فكلموهم فانصرفوا فبقي مسلم وحده فلم يشاء أن يقاتل ابن زياد وقد اختفى في بيت امرأة ثم حوصر فيه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه وكان مع الحسين رضي الله عنه عدد من آل بيته كان معه سبعون فارسا منهم من أولاد علي بن أبي طالب أبو بكر وعمر وعثمان والعباس أولاد علي وكان معه أربعة من أولاد عقيل غير مسلم ومعه عدد من أولاد الحسن وعدد من أولاده هو أي الحسين ومعه بعض النساء فلما جاء الخبر قتل مسلم إلى الحسين أفكر في الرجوع ولكن كثيرا من الناس كانوا متحمسين لأخذ بذأر مسلم بن عقيل فجاء الفرزدق الشاعر إلى الحسين فقال له إن أهل الكوفة لا يؤمنون وإن قلوبهم معك وإن سيوفهم مع بني أمية فحينئذ تريث الحسين في مكان فسأل عنه فقيل اسمه كربلاء وهو حول الطف فلم يعجبه هذا الاسم فقال كربن وبلاء فهذا اسم كربلاء وهناك جاء أهل الكوفة ومنهم الذين بايعوا لمسلم فحاصر الحسين رضي الله عنه فدعا أمير الجيش وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال إن بيني وبينك رحما فسعد بن وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ مني إحدى ثلاث خصال إما أن تدعني أرجع إلى مكة وإما أن أذهب إلى يزيد بن معاوية بالشام فيرى أمره فيه وإما أن تدعني أرد أهلي إلى البدينة ثم تقاتلني إذا شئت فلم يقبل منه شيئا من ذلك فحاصروه وقاتلوه فكثرت النكاية في الطرفين فقتل عدد كثير من أهل الكوفة منهم عدد من الذين بايعوا الحسين فخانوه فكان الحسين رضي الله عنه يقاتلهم ويقول هؤلاء زعموا شيعتنا ولكنهم قد خانونا فقاتلهم الحسين بشجاعة هو وآل بيته حتى نفد ماءهم فكادوا يموتون من العطش وحينئذ قتل مقاتلتهم فقتل الحسين رضي الله عنه شهيدا بعد أن صلى الظهر يوم عاشورا وقد رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فقال له أفطر عندنا الليلة فعرف أنه مقتول لا محالة وكانت أم سلمة أم المؤمنين بالمدينة في ذلك اليوم صائمة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده آلة يجمع فيها الدم فقالت ما هذا يا رسول الله قال دم الحسين فعرفت شهادته فاسترجعت وأخبرت أهل المدينة بذلك فوافق ذلك قتل الحسين رضي الله عنه ثم رجع أهل الكوفة إلى عبيد الله بن زياد وقد قتلوا الحسين ورجاله وأتوا بمن معه من النساء فأمر بالنساء فأرسلنا إلى يزيد بالشام فحاول يزيد إكرامهن ومواساتهن وأرسلهن إلى المدينة في وفد ولكن لا فائدة في ذلك بعد قتل الحسين وقتل آل بيته الكرماء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع السيف على أهل الأراق حتى قتل منهم سبعون ألفا بعد ذلك فقد قتل عبيد الله بن زياد على يد المختار بن أبي عبيد وقتل المختار على يد مصعب بن الزبير وقتل مصعب بن الزبير على يد عبد الملك بن مروان وكانت هذه الكارثة ذات أثر بالغ في نفوس المؤمنين فجميع أهل السنة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا هذه الواقعة ولم يكونوا يرضون أن يذهب الحسين إلى العراق وأسفوا عليه وحزنوا حزنا شديدا حتى عمي عبد الله بن العباس من البكاء وخرج من مكة إلى الطائف وفيه مات وأختفى محمد بن الحنفية عن الناس فلم يخرج حتى مات وأسف كثير من الصحابة أسفا شديدا على هذه الكارثة وبعد ذلك جاء أهل الكوفة الذين غدروا بالحسين وقاتلوه وقتلوه يزعمون أن أهل السنة هم الذين قتلوه وأنهم هم الذين خذلوه وجعلوها مظلمة مستمرة إلى الأبد يطيفون بها في أنحاء العالم ويجعلونها مظلمتهم وكأنهم الورثة الذين يرثون دم الحسين وكأن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه فكان ذلك شرخا في هذه الأمة إلى قيام الساعة وما تجدونه اليوم من الحروب الطائفية والمشكلات التي تشيب لها الولدان في أنحاء العالم وما تسمعون من القتل والمشكلات كله ناشئ عما يروج له الطائفيون المبتدعة الذين خان أسلافهم الحسين وقتلوه ثم ادعوا أنهم أولياؤه وأنهم أنصاره وشيعته ظلما عدوانا كذبا وما قالوه إنما هو افتراء فدم الحسين إنما هو في أعناق آبائهم وأجدادهم الذين خانوه وقاتلوه قاتلهم الله قتل الله من قتله ولعن من لعنه ورضي عن الحسين وأرضاه وعن الذين قتلوا معه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار وجمعنا بهم في أعلى الليين ترجمة نانسي قنقر